اهلا بكم من جديد في ليبيا جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية فايز السراج التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء من وصفه بالطرف المعتدي على أي موقع يتيح له التهديد بعضوان جديد جاء ذلك في لقاء جمع السراج بوزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني الذي زار العاصمة طرابلس أمس الأربعاء والتقى خلال الزيارة كذلك وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش وأكد الطرفان في اللقاء على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية وسعي جميع الأطراف لحل الأزمة الليبية سلميا وفي ذات السياق يزور وزير الخارجية التركية مولود شويش أوغلو اليوم الخميس طرابلس ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في حكومة الوفاقة ولمناقشة تطورات الأزمة الليبية والدعوات الدولية والأوروبية أيضا بالخصوص لحلول سياسية للصراع القائم وكذلك لمناقشة المساعي الأوروبية دعونا مشاهدين نرحب بضيفنا هنا في الاستيديو الكاتب والمحلل السياسي المهدي كشبور سيد المهدي ألن فيك معنا أبدأ من حيث دلالات الزيارة العسكرية من صح القول من وزير الدفاع الإيطالي إلى طرابلس بالأمس نعم هو بالتأكيد هذه الزيارة جاءت بعد دعوة سيد فيسر راج رئيس حكومة الوفاق لإيطاليا لعادة الشركات النفطية إلى ليبيا وعادة الاستثمار في ليبيا وبالتالي أتوقع أن يجب أن يصبق مثل هذه العودة ترتيبات أمنية وعسكرية بسبب أن لوضاع العسكرية في الموانئ والحقول النفطية التي يعني هناك توتر كبير في هذه المنطقة وبالتالي يجب أن يكون هناك حضور عسكري وأمني استباقي للحكومة الإيطالية لا أتوقع أن يكون له دور كبير في أي معارك ضد خليفة حفتر في الفترة القادمة ولكن أعتقد أن الأمر هو في إطار ترتيبات أمنية لعودة الشركات الإيطالية سيما أن هناك أيضا تواصل مع جانب خليفة حفتر من قبل حكومة الإيطالية في هذه الجوانب لكن في موضوع التواصل أيضا الجانب الإيطالي مع خليفة حفتر كيف يمكن تفسير هذه الدعوة من السراج والمجلس الرئاسي كان في أكثر من مرة انتقد إيطاليا على أنها إنجاز القول تلعب على وجهين تدعم خليفة حفتر هكذا المقصود بشكل مباشر هو الحقيقة يعني لم يثبت وجود أي دعم من إيطاليا لخليفة حفتر ولكن إيطاليا لم تستطع حسم أمرها واتخاذ مواقف قوية تجاه مصالحها وتجاه حتى الإرادة الدولية أو الحكومة المعترف بها دوليا وبالتالي كان هذا هو صلب النقد الذي كان يواجه دائما للحكومة الإيطالية أنها لم تستطع حسم أمورها بخلاف منافسها في ليبيا وهو فرنسا والتي حسمت أمرها ودعمت خليفة حفتر حتى فترة أخيرة بدأت تتنصل من هذا الدعم بشكل أو بآخر أيضا إيطاليا كانت دائما تحاول أن تجد لنفسها دور المحايد في أحيان أخرى كانت في فترة سابقة تدعم قوات بركان الغضب أو قوات البنيان المرصوص تحديدا نعم في فترة سابقة ولكن بعد بركان الغضب شبه توقف هذا الدعم إلا بعض العمليات الطبية ومسألة العلاج وما إلى ذلك وخفر السواحل أيضا من جهة ثانية هذا من باب تأمين نفسها من الهجرة غير شرعية وبالتالي هي تدافع نفسها من هذا الباب طيب والاستراج كان قد أكد لوزير الدفاع الإيطالي ضرورة العودة إلى الحل السياسي في ليبيا وأنه لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي وهذا المسار أيضا يتحدث فيه الجميع حتى مصر تقول أنه لا بد من حل سياسي الإمارات تقول نفس الشيء فرنسا استراج الأمم المتحدة حتى والأتراك أيضا يتحدثون في ذات الاتجاح لكن ما هي حظوظ الحل السياسي في ليبيا؟ شوف خلينا نكون صراحة لا أتوقع أن كل هذه الدعوات هي دعوات حقية لإيجاد حل سياسي الكل يعلم أنه لن يكون هناك حل سياسي خليفة حفظة أحد أطرافها وبالتالي وكأننا نضيع الوقت هل معنى ذلك أن كل طرف يرى الحل السياسي بناء على وجهة نظري أو مستقبل كل طرف لا يريد أن يظهر هو المحرض على الحرب وبالتالي هو يعلن تأييد الحل السياسي يعني اليوم نتحدث عن حل سياسي وخليفة حفظة يحشد اليوم يعني إلى الأمس تم تركب مجموعة من المنصات في سرط المضادة للطائرات وما إلا ذلك منصات صاروخية قوات تتحرك من شويرف باتجاه منطقة شويرف هذه ربما إشارات الاقتراب المعركة في سرط أو الجفرة لا أتوقع أن تحدث معركة حقيقة ولكن هي لفرض مزيد من الأمر الواقع وحصول على أكثر عدد من المقاعد على طول التفاوض إذا ما حدث التفاوض خليفة حفظة يعلم أنه سياسيا انتهى بعد هزيمته في ترهونة هناك بعض المؤشرات أو بعض المعلومات الاستخباراتية أو التي كانت استخباراتية بأن خليفة حفظة يسعى إلى إعادة ترهونة لتحقيق نوع من النصر الإعلامي ورفع معنويات هناك تسريبات أخرى من جانب التركي واليوم تحديدا أن هناك مفاوضات لتسليم سرط والجفرة بموجب اتفاقات مع روسيا ربما تسليمها لمن؟ تسليمها لقوات الوفاق وذلك تحدثنا فيه في هذا الستوديو من فترة من تقريبا من شهر أن هناك تسريبات أن يتم تسليم هاتين منطقتين لقوات أمنية وليست عسكرية تدخل قوات الأمنية تابعة لحكومة الوفاق قوات فتح بشاغة مثلا وزارة الداخلية وممثلة في وزارة الداخلية أن تدخل لتأمين هاتين منطقتين بالنسبة للحقول والمواني النفطية يتم إيجاد آلية لتأمينها عبر حرص المنشآت النفطية وخروج قوات الأسكريين وصول مولود شويش أوغلو وزيرة الخارجية التركي اليوم إلى طرابلس أيضا وعلى الجدوى الأعمال سيلتقي المشري ثم سيلتقي السيد السراج هل المسألة متعلقة بأسرت والجفرة فقط أم أن هناك ما قد يطرح أيضا غيرها؟ شوف إذن نتكلم عن جانب التركي ومصالحها هو بالتأكيد لن يتوقف عند سرط والجفرة باعتبار أن التفاقية التي تم توقيحها هي تمتد مع منطقة درنة في الشرق الليبي في أقصى الشرق الليبي وبالتالي بالتأكيد لا تراك لا يسعو فقط إلى سرط والجفرة بل إلى كامل ليبيا ولكن ألية الوصول ربما الأتراك يروا أن سرط والجفرة يتم حسمها أمنيا أو عسكريا أو سياسيا ثم يتجه إلى المنطقة الشرقية بحلول أخرى ولكن تقسي خليفة حفتر جانب التركي يؤكد في أكثر مرة أن خليفة حفتر لن يكون طرف في أي حل سياسي وهذا شكل الحل السياسي المطروح نعم من قبل قوات الوفاق أو حكومة الوفاق بأن الحل السياسي يجب أن لا يتضمن كما قال السراج خليفة حفتر ضمن الكلام كان كذلك أشكرك جزيلا المهدي كشبور الكاتب والمحل السياسي على حضورك مهانة شكرا